على بركة الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكتل جلي هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا بابسط الطرق ان شاء الله هتعجبكوا قوي انا وثقة من كده الطريقة بتاعتنا يعني ممتعة قوي في شغلها لو لقنا لها اكتر من خطوة بس بصراحة هتستمتع جدا وانت بتعمليها يلا ندخل مع بعض ونعملها طبعا لأول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان نوصلكم كل جديد ونبدأ يلا مع بعض على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هعملها هاجيب كوبايتين من الدقيق وهنخلهم بالشكل ده الكوباية اللي هستخدمها في عيار الدقيق هي اللي هستخدمها في عيار السكر وعيار اللبن وعيار الزيت هنخل كده كوبايتين من الدقيق وعليهم كيس من البيكنج بودر لو عندك البرتمان بتاع البيكنج بودر هتحطسي معلقتين منهم كل كوبايت دي بتاخد معلقة كبيرة من البيكنج بودر هنخلهم مع بعض كده كويس جدا وبعد كده هركنهم على جنب يتفعلوا سوا ونجيب الخلط بتاعنا ونضيف فيه 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة بكسر البيت كده بيضة بيضة عشان اتأكد ان هي كويسة وبنزل فيها بالخلط وبعد كده هبدأ اضيف رشعة من الملح الملح بيساعد البيت انه يعلى معايا بسرعة وبعدين هضيف كوباية من السكر سكر حبيبات عادي وهرجع امسك كل المكونات دي وهضربهم في الخلط مع بعض كويس جدا لحد السكر ميدوب تماما ويبقى معايا الخليط بالشكل ده دلوقتي هنزل بغطا من الفانيليا السائلة لو عندك فانيليا بودر عادي حط منها نص معلقة وهنزل بكوبايتين من الزبادي وده شكل الزبادي اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده كوباية من اللبن الحليب هضربهم كويس جدا جدا مع بعض في الخلط تاني بالشكل ده ومعاهم علاقه كبيرة من الخل الخل بيقضي على زفارة البيت بيكسر الجلوتين بيديك كيكة هشة وحلوة قوي كوباية من الزيت كوباية اللي ربع من الزيت بنزل بيها سرتوب رفايع جدا جدا زي ما انتو شايفين بالشكل ده كده أثناء الضرب خلصنا ضرب الخليط كويس نجيب بقاء خليط الدقيق بتاعنا وهديره تقليبة بالمعلقة تاني كده عشان نوزع البيكينج بودر ما تبقاش الكيكة فيها حتة عالية وحتة لأ بعد كده هنزل بيها على المواد السائلة وهقلف اتجاه واحد زي ما انتو شايفين كده لحد محصول على قوام الكيك اللي احنا عارفينه طبعا الفرن بتاعي شغال من قبل ما اشتغل على درجة حرارة 180 هجيب الصنية بتاعتي وهدهينها بأي مادة دهنية وهبطنها برشة دقيق زي ما انتو شايفين كده بعد كده هصب فيها خليط الكيك اللي احنا لسه عاملينه هيدخل الفرن على درجة حرارة 180 هيقعد معانا 40 دقيقة اول ما بيستوي بيختبره بسكينة او بخلة ما بيستوي بط في النار وبفتح الفرن وبسيبه ربع ساعة جوا بعد كده بخرجه يهدى ويبرد وبغطيه فوطة مطبخ نضيفة بعد ما صبيته كده زي ما انتو شايفين هديله خبطة بسيطة عشان يتخلص من فقعات دي بالتالي الكيك بتاعي يبقى ناعم معايا بعد ما استوي ويسبته يبرد تماما انا هنا بقطع الفراولة دي الفراولة غسلتها ثلاث مرات زي ما قلتلكم قبل كده بشطف وشيل من المية واشطف بسرعة عشان ما تبيضش معايا واتبوس بقطع الفراولة يا اما بالطول يا اما بالعرض على حسب ما انت عايزة بس انا لقيت تقطيع بالطول شكله احلى فكملت بالشكل ده الصينية بتاعتي بتاعت الكيك اللي احنا عملناها شطفتها ونشرفتها وسبتها في التلاجة نص ساعة سيعت معايا جبت الفراولة اللي انا قطعتها وببدأ احطها كده انا لسا قعت الصينية عشان لما اجي ارصت فيها الفكهة تلزق فيها خلصت رص الصينية بالطريقة دي كده هحطها في الفريزر بالضبط ربع ساعة عشان تمسك في الاعرة اكتر وهنيجي هنا حط باكت من الجيلي الفراولة وده جيلي دريم علي كوباية ميا مغلية هدوب الجيلي مع الميا بالشكل ده انا ما ضفتش سكر ولا ضفت اي حاجة الكيك بتاعنا فيه السكر بتاعه بعد ما بيدوب بالشكل ده هجيب الصينية بتاعتي اللي احنا حطينا فيها الفراولة وسبناها في الفريزر ربع ساعة او عشر دقايق وهبدأ اصب عليها الجيلي بالمعلقة بسيط كده هو في النهاية يعني الرصة دي ما ضاعتش قوي بس ضاعت للأسف عشان طبعا الجيلي سخن جدا الفريزر الفراولة ساعة ففكت بسرعة لكن عادي مفيش مشكلة عايزة تقطري بقى يعني انا لما فكت كده زودت فراولة اكتر عشان اقفل اي فراغات والاخر اخد شكل كويس اصب بكل الجيلي بتاعي زي ما انتم شايفين بالشكل ده وبعدين هدخلها التلاجة لمدة ساعة على ما تتماسك بس يعني الجيلي يتماسك وبعد كده هنكمل باي الخطوات دلوقت هدخلها التلاجة لمدة ساعة بعد ما تدخل التلاجة وبتبعد فيها بتتتماسك وبيبقى ده شكلها ما شاء الله لا قوات الا بالله متماسكة جدا كده بقى التمام معي هجيب الكيك بتاعي والكيك ده شكله وهوريكوا قد ايه من هو من جوه ابيض بسبب الزبادي وناعم بسبب حركة الزيت اللي احنا عملناها في الاخر هنزل بقى بالكيك بتاعي بالشكل ده هحط الكيكة كده انا بس اطعطاها عشان هوريكوا شكلها من جوه لكن عادي ما تلقوش ابدا كل ده هيتماسك معي وهتبقى قطعة واحدة بعد ما الجيلي تصب عليها وتدخل للتلاج هعمل كده فتحات بسيطة عشان اصب الجيلي وبالتالي الكيك بتاعي يتشرب كل الجيلي اللي احنا هنعمله دلوقت معي هنا تلاتة باكت من جيلي الفراولة دريم بضيف عليهم تلات كبيات مية مغلية طبعا لو مش يعني انا عملتهم هنا على كذا مرحلة يعني بيت ادوب وحطه بتاعه فكلام فاضي بنوش لازمة انت ممكن تستبدالي المضوضة بباكتين بس يعني ممكن ما تحطيش تلات بواكي تحطي باكتين بس على كوبايتين من المية ويتدوي بيهم وتنزلي بيهم على الكيك بالشكل ده عايز اقولكو ان الجيلي هنا هيتعامل مع اي حاجة متقطعة في الكيك معاملة الغيرة او السمغ هتلزق مع بعضها لما تشوفوها وهي بردة مش هتصدقوا ان هو تلحم بالشكل ده هتدخل التلاجة لمدة ست ساعات او ممكن تبيتيها ليلة كاملة بتطلع معاكي كده انا بيتته ليلة كاملة بصراحة بصوا طلعة مشاء الله متماسكة جدا شربت كل الجيلي من جوه مش واضح ابدا ان هي كت فيها حتى مقسومة او حاجة هجيب بعد كده الصينية اوسع من الصينية بتاعتي وهنزل فيها بكوباية من المية المغلية هحط فيها صنية الكاكل بالجيلي يدوب عشر ثواني عشرين ثانية مش اكتر من كده انا بس عايزة فك الجيلي من الصينية لكن هتسيبيه اكتر من كده هتلاقي الجيلي بتاعك بقى مية خالص وساح وكل اللي انت عملتيه ده دواعا فدي ملحوظة مهمة تغذي بالك منها يدوب بس تتفكي او تحركي كده الجيلي من الصينية مش اكتر بعد كده بهزو زي ما انتم شايفين كده عشان افككها كلها وبعد كده بجيب طبق التقديم وبسم الله هقلبها وزي ما انتم شايفين كده اخبط كده بقى يمين وشمال عشان اساعد الكيك انه ينزل يعني انا هنا ما اعتمدتش عن مية سخنة بس انا اعتمدت عليها بتاع عشرين ثانية مش اكتر تدي صدمة للكيك وتفككه عشان للجيلي وتفككه عشان ينزل بعد كده بشيل الصينية بالراحة ومساعدة الهوى بسم الله ما شاء الله لقوة الا بالله اللهم بارك بقت معايا تحفة بالشكل ده شايفين ما شاء الله عمل ازاي قسما بالله التصوير حقيقي ظلمها ظلمها فعلا طبقة الجيلي بتاعتي عالية ده عشان عاملة باكت لو انت عايزها اعلى من كده ممكن تعملي باكتين على كبايتين من المية هتديك المستوى اعلى من كده كمان لكن هي كده بالنسبة لي ظريفة قوي لان انا عاملة صنية الكيك مش عالية فهتبقى مناسبة مع القطعة زوقيها بقى بكريم شانتية زوقيها بفراولة بكريز بتوت بشكولاتة بأي حاجة انت عايزها بس والله فعلا مش محتاجة حاجة يعني هي كشكل كده مش محتاجة حاجة وحقيقي التصوير مش مديها حقها طبيعتها احلى بكتير بصوا شايفين ما شاء الله الفراولة بينا من تحت مربل كده وشفافة شكلها حلو قوي حاولت تعملها باكتر من شكل عشان اوضح لكم مدى الجمال بصراحة مش عارفة بس بصراحة خرافة يارب بقى يكون الفيديو عجبكم طبعا لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك او سابسكرايب واتفعلوا علامة الجرس طبعا فضلا منكم ولاس امرا عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله انا هنا عملتها بالفراولة ممكن تستبدلي جيلة الفراولة باي نوع جيلة تاني والفاكهة تستبدليها بموز بكيوي زي ما انت حابة اندتك الفكرة وانت كملي وجودي عليها برحتك كده الفيديو بتاعنا خلص يارب بيكون عجبكم وانان رضاكم كنت معاكم صند السعيد من قناتي على اليوتيوب قناة صند السعيد دمتم سالمين وكل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم دمتم فرعية الله بس كده خلصنا الفيديو وجربوها وان شاء الله هتعجبكم تاني بأكد ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب ودعوا حلوة لنا بظهر الغيب والاكم بالمثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته